حياكم الله مع الحلقة الثانية من النموذج الرابع من حل أهم أسئلة الجزء الكمي للأسئلة الجديدة المحدثة مع هذا السؤال السهل معطينا هنا مستقيمان متوازيان وبيقول هنا قارن بين القيمة الأولى أربعة سين والقيمة الثانية ستة صاد نخلي بالنا إذا فيها عملية التوازي هكذا فمستقيمان متوازيان وقطعهم قاطع يبقى زاوية سين تساوي زاوية صاد بيش بالتناظر كلام صحيح إذن أربعة سين أكبر ولا ستة صاد أكيد طبعا ستة صاد وأخطار بقى طب في تعقيب على هذا السؤال طب لو هو أشهال علامة التوازي لأن ما وضع هنا علامة السهم ده وعلامة السهم ده يبقى الجواب يكون دال ليش؟ لأن قيمة سين ليست لها علاقة بصاد مش هيكون متساويتين إذا ما في توازي إذا في توازي يبقى ستة صاد أكبر واخطار بقى إذا ما في توازي أخطار دال المعطيات غير كافية مع هذا السؤال السهل بيقول بالاستعانة بالجدول التالي إذا كان سعر لتر الوقود خمس ريالات فما أكثر سيارة موفرة للوقود هو معطيني هنا السيارات سيارة الأولى والثانية والثالثة والربعة وهنا المسافة وأجرة السائق والتكلفة لو تلاحظوا هنا شوف هنا مثلا المسافة كانت مثلا عشر آلاف والسائق ستمية والتكلفة ألف ومية هنا السيارة هذه قطعت مسافة ثمنتاشر ألف والسائق أربعمية والتكلفة بس ألف ومية وخمسين فطبعا واضح من غير ما أكمل أن السيارة الثانية هتكون هي أكثر سيارة موفرة لأن التكلفة قليلة وقطعت مسافة أكبر مسافة في الأربع سيارات با الجواب الصحيح السيارة الثانية مع هذا السؤال القوي بيقول هنا متتبعة حدها الأول سالب ثمانية والحصول على الحد الثاني نضرب في سالب واحد ثم نجمع ثلاثة فما الحد العاشر؟ واحد يقول طب أنا أوصل لحد العاشر يعني أجعد أوصل لحد العاشر ده أخذ لي فيها عشر دقائق؟ لا طبعا خلي بالكم هنا لأن فيه فكرة جميلة الحد الأول سالب ثمانية عشان أجيب الحد الثاني أعمل إيه؟ أخذ السالب ثمانية هذي أضربها في سالب واحد يدينا موجب ثمانية ثم أزود عليها ثلاثة يدينا أحداش جب الحد الثاني أحداش طب تعالي نكمل كده الحد الثالث هتلاقي فيه مفاجأة هنا الحد الثالث أخذ هنا لحداش أضربها فيه سالب واحد أيدينا سالب احداش ثم نأعمل إيه؟ أزود ثلاثة أيعطينا سالب ثمانية مرة ثانية يعني إيش؟ يعني هذه نمط ماشية كده الأولى سالب ثمانية 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 ثم سالب ثمانية ثمانية وهكذا يعني الحدود الأولى الفرديات يعني الحد الأول والثالث والخامس يكونوا سالب ثمانية والحدود الزوجيات يكون موجب 11 11 11 حد الثاني الحد الرابع حد السادس هيكون الحد العاشر هيكون كمان 11 والجواب هيكون دال مع هذا السؤال المهم جدا واللي أتى في اختبارات الأسابيع الماضية نركز على هذا السؤال والفي الشكل المجاور مستطيل محيطه 20 سنطي ومساحته 24 سنتيمتر مربع وفيه عندي الآن 6 دوائر متطابقة موجودة أمامي أوجي طول قطر الدائرة طبعا إذا كان المحيط حق المستطيل 20 يعني الأربع أضلاع 20 طبعا ما أقدرش أوزع الآن العشرين على كيفي لا أنتظر شوية المساحة كام المساحة 24 ومساحة المستطيل زي ما أنتم عارفين تساوي الطول في العرض إيه رأيكم نضع عددين حصل ضربهم 24 طبعا فيه أرجام كثيرة ممكن أقول 6 ب4 ب24 و3 ب8 ب24 طب و12 في اثنين كمان و24 في واحد إيه اللي يحددلي يا شباب أختار إيه؟ آه المحيط المحيط 20 يبقى لازم ده يكون 6 وده 4 عشان يكون 10 وهنا 6 وهنا 4 10 كده المحيط هيدينا 20 كلام صحيح باستخدام الأربعة واستخدام الستة والمساحة 4 في 6 24 يبقى الخيار الصحيح اللي أنا هاخده الآن هو أربعة وستة الطول أربعة أو الطول ستة والعرض أربعة تمام هو طالب مني هنا ايه؟ طول مني قطر الدائرة قطر الدائرة ممكن يجيبه من هذه كده شايفين هذا الخط؟ شباب هذا الخط حق الدائرة ده اسم القطر طبعا إذا كان ده أربعة فبيتوزع هنا القطر الدائرة الأولى وقطر الدائرة الثانية يبقى ده 2 وده 2 إذن قطر الدائرة 2 وأختار باء وخلي بالكم من هذا السؤال المهم سؤال آخر سهل بيقول ما الحد الناقص في المتتابعة؟ معطينا متتابعة 1 ثم 6 ثم فراغ ثم 16 ثم 21 نخلي بالنا هنا من 1 إلى 6 أنا زدت كام؟ زدت 5 ومن 16 إلى 21 أنا كمان زدت 5 فإذن الحد التالي أو الحد الناقص أخذ الستة وزود عليها الخمسة 5 زدت 6 هيساوي 11 وبكده أختار الجواب دالي مع هذا السؤال السهل على الأسس بيقول إذا كان 2 أسة 2013 بيساوي 2 أسة 2012 ضرب عدد العدد ده هو مين؟ طبعا خلي بالكم أني في حالة الضرب بجمع الأسس طب دية 2013 لازم دي تكون 2 أسة كام؟ 2 أسة واحد لأن في حالة الضرب للأساسات المتحدة هكذا أجمع اللي فوق هجمع الـ212 زايد 1 عشان يعطينا 213 يعني الحد المفقود هيكون هو 2 أسة واحد واختار باق نأتي لهذا السؤال القديم الحديث اللي آت في الاختبارات الأخيرة وكان موجود زمان في النماذج والمتتبعة حسابية أحد حدودها سيني ساوي 13 وكل حد فيها يزيد عن السابق له مباشرة بثلاثة أوجد مجموع سين والحدود الثلاثة السابقة لها طبعا هو هنا مدين نسين بتساوي 13 عايز يجمع الثلاثة والثلاثة حدود السابقة لها مباشرة وكل حد بيفرج عن الثاني بكام؟ بثلاثة يعني ما يجيب الحد اللي هو جنب الثلاثة هيكون كام؟ هيكون عشرة صح أنقص ثلاثة واللي هنا جاب له يكون كام؟ أنقص ثلاثة كام يا شباب؟ 7 أحسنتم وأنقص ثلاثة يساوي أربعة ثم نعمل عملية جمع سبعة زائد ثلاثة أي يعطينا عشرين عشرين والعشرة هذه يعطينا ثلاثين ثلاثين وعليها الأربعة أي يعطينا أربعة وثلاثين يبقى مجموع الحدود سين والثلاثة اللي قبلها مباشرة هيكون أربعة وثلاثين وأخطار جيم مع هذا السؤال المهم وهذا السؤال برضو أكد عليه لأنه جاه في الاختبارات الأخيرة حتى لو غير الأرقام يا شباب هو ما يعطينا شكل رباع دائري شكل رباع داخل دائرة وبيقول أوجد قيمة سين طبعا عشان أجيب قيمة سين هنا لازم أستفيد بالمعطيات اللي عندي أنا عندي فوق مثلث وعارفين زوايا المثلث كم درجة مية وثمانين كلامكم صحيح ثلاثين وخمسين هذول ثمانين من المية وثمانين هيعطينا مية يبقى الزاوية اللي فوق هذه العلوية هذه مئة درجة عشان تكمل مجموع زوايا المثلث مية وثمانين الشكل يا شباب اللي تكون الأربع رؤوس على الدائرة هذا يسمى رباع دائري في الرباع الدائري كل زاويتين متواجهتين أو متقابلتين هكذا بيكون مجموعهم مية وثمانين مو بقد بعض لا تروح تختار المية هذه أكثر إجابة الطلاب أخذوها وهي خطأ كل زاويتين في وجه بعض بمية وثمانين يا شباب لو هذه مية يبقى اللي تحتها تكون ثمانين وأختار با اهتموا بهذا السؤال سؤال آخر قوي بقول يسير محمد ماشيا من بيتي إلى المدرسة في ستين دقيقة الله يعينه من البيت للمدرسة بيجعد ساعة ستين دقيقة لو ماشي على رجوله وبالسيارة بس تسعة دقائق فإذا ماشى لمدة عشرين دقيقة ثم أكمل الباقي بالسيارة فما الزمن الكل الذي استغرقه تعالي نشرح السؤال كده الطريقة سهلة فهو لو ماشي على رجوله محمد يجعد جديه يجعد ستين دقيقة يعني يجعد ساعة كاملة طيب لو هو ماشى الآن أو هو الآن ركب السيارة لو ركب السيارة يجعد فقط تسعة دقائق هو ماشى عشرين دقيقة العشرين دقيقة تمثل ايه صحيح عشرين دقيقة ثلث ساعة يعني هو الآن أخذ ثلث ساعة يعني ثلث المسافة لونا اخترت الآن أو عملت نموذج كده وقلت ده المسافة من بيت محمد إلى إيش إلى المدرسة تمام هو الآن جتع 20 دجاجة يعني ثلث المسافة ثلث المسافة قطعها في 20 دقيقة يبا باجي هنا جديه باجي الثلثين طيب هو المسافة كلها لو بالسيارة يجعي 9 دجاجة أجسم التسعة إلى ثلاث أجزاء يعني ثلاثة وثلاثة وثلاثة يبا الجزء الأول هذا اللي أنا أظلله بالأصفر ما شاء على رجوله جتع فيه 20 دجاجة ثلث ساعة والجزء الثاني بالسيارة أكمل بالسيارة الثلثين هنا ثلاث دجاج وهنا ثلاث دجاج يبا المسافة المقطوعة بالزمن كامل هيكون 20 اللي هو مشاهم على رجوله وثلاثة وثلاثة ستة اللي هم بالسيارة اللي هم الثلثين 26 الجواب الصحيح وأختار دال سؤال سهل جدا على الأسس بقول ما قيمة المقدار 8 أس 5 على 3 طبعا فيه طريقة سهلة يا شباب لو مسألة أسس على طول شيلوا الثمانية وخلوها إيش؟ وخليها 2 أس 3 يبا الثمانية 2 أس 3 والأس اللي فوق مضروف فيه 5 على 3 أعمل عملية تبسيط أبسط الثلاثة دي مع الثلاثة دي يطلع الجواب 2 أس 5 وانتوا حفظين معايا في الحصة الماضية الـ 2 أس 5 تساوي 32 الـ 2 تنضرب في نفسها 5 مرات الجواب يكون G مع هذا السؤال السهل يقول المربعان الأول محيطه 12 سنطي ونصف محيط الثاني ثمانية قارن بين مساحة المربع الأول ونصف مساحة المربع الثاني طبعا تعرفين أن المحيط هو مجموع الأضلع لو أنا عندي مربع محيطه 12 يبقى كل ظلع كام سنته كل ظلع ثلاثة أنا بجسم الـ 12 على 4 أضلع يبقى الظلع ثلاثة شباب لو المربع ظلعه ثلاثة يبقى مساحته كام 9 صحيح أضرب 3 ب3 يساوي 9 يبقى المربع الأول أو القيمة الأولى القيمة تكون 9 سنتيمتر مربع تعال قيمة الثانية هو بيقول نصف المحيط ثمانية يبقى المحيط كله كام يبقى المحيط كله 16 يبقى المربع الثاني محيطه 16 أجسم على الأربعة يبقى كل ظلع هيساوي أربعة يبقى المساحة كاملة أضرب 4 ب4 ب16 نصف المحيط هيعطينا ثمانية سنتيمتر مربع دي تسعة ودي ثمانية أختار ألف الجواب الصحيح مع سؤال سهل على العمر بقول إذا كان الفرق بين عمر خالد وعمر أحمد يساوي 18 عام وعمر خالد ربع عمر أحمد كم عمر خالد أول حاجة أسأل نفسي هو خالد هذا الكبير ولا الصغير آه خالد هو الصغير لأنه بيقول هنا في المعطى أو المعطيات أن عمر خالد ربع عمر أحمد يبقى أنا الآن أختار رجم وأجيب أربع أمثاله وأشوف الفرق بين العمرين لو فرضت الآن أن عمر خالد ست سنوات لو خالد الآن ست سنوات يبقى عمر أحمد أضرب الستة في أربعة لأنه هو ربع يعطينا أربعة وعشرين صحيح؟ طيب الفرق بين الأربعة وعشرين اللي هي عمر أحمد وستة اللي هي عمر خالد كام؟ 18 ضبطت معي الحل والجواب الصحيح جيم طيب فيه واحد يقول ليه ليه جربت في جيم على طول؟ لأن يا شباب لو أنا قلت خالد اللي هو الصغير أربعة وعشرين لو خالد أربعة وعشرين مش ممكن يكون الفرق بينهم ثمانتاش لأن هضرب الأربعة وعشرين في أربعة تطلع كبيرة مرة والعشرة كمان غلط لأنها معروفة إذا كان عمر خالد عشرة فالثاني هيكون أربعين والفرق بينهم ثلاثين صح كده؟ إبه هذا خطأ وهذا خطأ وأجربي إما الثمانية إما الستة ضبطت معي على الستة الجواب الصحيح واخترت جيم نشكركم ونلتقي إن شاء الله قريبا مع القسم الثالث في النموذج رقم أربعة من تجمعات المحوسب الأسئلة الجديدة المحدثة شكرا سلام عليكم